أحب لله من الشيطان الرجيم لله من الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الحرام إلى المسجد لقص الذي باركنا حوله إنه يقوم من آياتنا إنه هو السميع المصير وآتينا أنسا الكتاب فوجعلناه لنبني إسرائيل أن لا تتخذوا منكم وكيلاً قرية من حملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً وقضينا إلى بني إسرائيل إسرائيل لنتسدن في الأرض مرتين ولا تحلوا أعلوا كبيراً فإذا جاء وحد أولاهما ما بعث ما عليكم عباد الله كان أولي بأس شديد فجاسو خلال الجهار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الخرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفير إن أحسنتم أحسنتم لأنفسهم وإذا سأتم فلها فإذا جاء وعد الأخرة لكن يسوء جوءكم وليدخل المسجد كما دخله أول مرة وليدبروا ما علىه تتبئا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا واجعلنا جفل من الكافرين حصيرا إن هذا القرآن يبيني التي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن له أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون لذلك لا يحفر بأحد أهدنا له الحذاب نليما صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر